النادي الاهلي مارسل كولر رحب بعودة احمد الكندوسي الى النادي الاهلي بعد انتهاء عارضه مع سيراميكا كليوباترا هو شايف انه لعب جيد وممكن يفيد الفريق هيعمل منقشة مع لجنة التخطيط في الجلسة القادمة حول الكندوسي هو والنحة تانية يعني لجنة التخطيط في النادي الاهلي بتخشى عودة كوندوسي وقيده من جديد واستمرار تجميده خارج حسابات مارسل كولر هتناقش مارسل كولر في هذا الامر يعني لو انت عايزنا نراجع لكوندوسي ماشي بس تلعبه لو مش هتلعبه يبقى نستفيد بالمكان ده افضل للعب اجنبي اخر كوندوسي عامل مستوى رائع جدا مع سيراميكا كليوباترا بصراحة منذ اعرضه من النادي الاهلي كمان بحسن مصدر في النادي الاهلي فميشيل ينكن مدرب حراس الفريق ما طلبش ابدا ابدا وده تأكيد يعني التعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وبحسن مصدر النادي الاهلي ايضا فينكن ابدى للمقربين منه اندهاشوا من الانباء اللي تم تدولها في الفترة الاخيرة بشأن وجود مفاوضات او رغبة من جانب ينكن لضم حارس نادي الزمالك محمد الصبحي وقال انه هو مجتنع بحراس الاهلي الموجودين في الفترة الحالية حتى مع غياب محمد الشناوي جهكي موسيقى موسيقى